الملائكة فإذا فزت أنت بدعوة منهم فأنا والله أرجو لك أن تكون هذه الدعوة مجابة قال العلماء دعوة الملائكة مستجابة لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يحبه وقد مدعهم في القرآن مدحا عظيما ولم يفعل معصية في حياته أبدا قال تعالى على الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لكن كيف أطلب من ملائكة أن يدعو لي؟ لا يحتاج أن تطلب منهم هم سيدعون لك إذا رأوك تقوم بأفعال معينة بأعمال محددة هذه الأعمال لأنها عظيمة عند الله تبارك وتعالى فإن الملائكة تفرح إذا رأتك تفعل ما يحبه الله تبارك وتعالى لدرجة أنها ستدعو لك طيب ما هي هذه الأعمال العظيمة؟ سأذكرها لك على ثلاثة أنواع نوع الأول أعمال إذا فعلتها دعا لك ملك واحد هذا مكسب بحذ ذاته فأول شيء يمكنك أن تجلب به دعاء الملك أن تنام على وضوء دقيقة أو داقتين من صب الماء هذا سيجعل ملك يسخر لسانه للدعاء لك بالمغفرة مدة تصل إلى ست أو ثمان ساعات يوميا اللهم اغفر لي عبدك فإنه بات طاحرة ولاحظ كيف أن الملك يمجد فعلك يقول فإنه بات طاحرة فإنه بات طاحرة أتدري كم مرة يفعل ذلك ويدعو لك؟ كلما تقلبت أنا والله بحث في بعض الدراسات الطبية وجدت أن معدل تقلب الإنسان في نومه خمسة وعشرين مرة في اليوم تقريبا ولك أن تحسب توجد حالة أخرى يمكن أن يدعو لك فيها ملك الملائكة وهو عندما تدعو أنت لغيرك ليس أمامه بل من وراء ظهره لماذا الثواب مخصوص بكون الدعاء في ظهر الغيب؟ يعني عدم وجود الشخص الذي تدعو له الذي يدعو بظهر الغيب فهو فعلا لا يريد إلا أن يرزقك الله هذا الخير الذي يدعو لك به النوع الثاني من أحاديث دعاء ملائكة هو عندما يحدد عدد أكثر من ملك واحد يدعو لك مثل ماذا؟ مثل الدعاء العظيم الذي سوف يكون لك من عدد كبير من ملائكة إذا زرت مريضا بل إنك إذا قررت أن تزوره فإنك لن تمشي للمريض لوحدك هؤلاء الملائكة الذين يدعون لك سيمشون معك في موكب مهيب لكن المشكلة أنك لا ترى قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله سلم ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يصبح وكان له خريف في الجنة خريف الجنة البستان لتجمع فيه ثمار الجنة لاحظ أن دعاءهم لك واستغفارهم لك غير مرتبط بوقت الزيارة فقط بل إنه يستمر إلى الليل وإذا زرت في المساء ولولي دقائق فإن استغفار هؤلاء السبعين ألف يمتد إلى الصباح وهكذا والله لو اجتمع سبعون ألف من الناس في ساحة ورأيتهم يدعون لك بصوت واحد لما نسيت هذا المشهد طوال حياتك كيف هم ملائكة؟ ملائكة الرحمن ولعل الله أن يستجيب لهم وهم سبعون ألف فيغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر طيب وماذا سيحدث إذا دعت لنا الملائكة؟ سبحان الله الملائكة خلق عظيم جدا مخلوقات مقدسة لدرجة أن مجرد موافقتك لها في التأمين يغفر لك ذنوبك كلها يعني أنت عندما تقول آمين بعد الفاتحة في الصلاة فإن الملائكة أيضا تقول آمين في الصلاة فإذا قلت أنت آمين في نفس اللحظة ما عملك من هؤلاء الملائكة يعني مجرد توافق في التوقيت غفر ذنوبك اليوم سنذكر كيف تجعل الملائكة عموما تدعو لك حتى بدون تحديد عدد أولا توجد حالة الملائكة فيها تؤمن على دعائك يعني أنت الذي تدعو وهي تقول آمين آمين متى عدد ذلك إذا كنت حاضرا عند مريض أو شخص قد توفي لهذا أحسن اختيار كلماتك في تلك اللحظة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون هذه مرحلة مرحلة التالية الملائكة لا تؤمن على دعائك بل هي بنفسها ستدعو لك قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من عبد يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما دام يصلي علي فليقل العبد من ذلك أو ليكثر أي والله القرار قرارك ومعنى صلاة الملائكة عليك أي دعاؤهم لك واستغفارهم لك وإذا أردتهم أن يصلوا عليك مدة أطول فيوجد شيء آخر يمكنك فعله وهو أن تنتظر الصلاة في المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه يعني ينتظر الصلاة يعني يكون كأنه مصل ما دام أنه ينتظر الصلاة قال عليه الصلاة السلام وتصلي الملائكة عليه ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه يقولون اسمعوا اسمعوا يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اتب عليه ما لم يؤذي فيه أو يحدث فيه أما من جلس ينتظر الصلاة بين المغرب والعشاء هذا ذكي الآن سننتقل للمرحلة الأخرى وهي أن يدعو لك حملة العرش بأنفسهم وأيضا الملائكة الذين حول العرش من هو هذا المحظوظ الذي سيستغفر له حملة العرش والملائكة الذين حول العرش من هو سأدعو القرآن هو الذي يجيب على هذا السؤال قال تعالى في سورة غافر الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة و علم فاغفر للذين تابوا اسمع الآن مواصفات الذين سوف يدعو لهم حملة العرش ومن حول العرش اسمع قال فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك يعني إذا أردنا أن نحصل على هذا الفضل فلنتب من أي ذنب وكلنا الذين الذنوب فإذا تبنا واتبعنا أوامر الله حصلنا على هذا الدعاء وعلى هذا الفضل ثم إن حملت العرش لن يتوقفوا عند هذا الحد بل استمروا بالدعاء لك دعاءا جميلا اسمحني اسمحني أريد أن أقرأ عليك الدعاء كامل من الآيات استمع من فضلك إنهم سيقولون ويدعون لك ويقولون فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم و أزواجهم و ذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ يعني يوم القيامة ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم يا الله دعاء كله جمال يدعون لك دعاء لك و لوالديك و لأزواجك و ذريتك و الله فعلا فوز عظيم فماذا تريد أكثر من ذلك قد يقول قائل و الله هذا هو فعلا أعلى ما يمكن أن أحصل عليه من دعاء الملائكة أتريد صراحة في الحقيقة توجد مرتبة من دعاء الملائكة هي أعظم أعظم من أن تدعو لي الملائكة الذين يحملون العرش عرش الرحمن و من حول العرش أيضا نعم و الله أعظم هناك مرتبة أن الله يصلي عليك و الملائكة تصلي عليك و فوق هذا أهل السماوات يصلون عليك من هم أهل السماء أليس الملائكة ليس فقط الملائكة ملائكة و أرواح الأنبياء و أرواح الشهداء كل هؤلاء يعتبرون من أهل السماء و كلهم سيصلي عليك و ليس هذا فحس بل حتى مخلوقات الأرض ستصلي عليك لماذا كل هذا ماذا فعلت أنا هذه المرتبة هي الأعلى و لا يوجد أعلى منها كيف أصل إليها قال رسول الله صلى الله عليه و على آله إن الله و ملائكته و أهل السماوات و الأرض حتى النمل في جحرها و حتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير ما معنى معلم الناس الخير الذي علم الناس أي شيء من الخير إذا تعلمت شيئا من العلم الشرعي فنقلته و بلغته فأنت في أعلى المراتب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا و إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع إذا كنت لا تعرف العلم الشرعي فيوجد حل أنقل كلام من عند علم شرعي قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني و لو آية فإذا فعلت أخذت مثل أجره قال صلى الله عليه وسلم أدال على الخير كفاعله يعني حتى لو كنت نشرته بين الناس عن طريق رسائل أو مواقع التواصل الاجتماعي المهم أن تتوثق بأنه كلام صحيح و ليس كل ما يصل إليك من الدين أو الشرع التنشر أخي الكريم أختي الكريمة هل هناك أعلى و أجل من أن تمشي أعلى وجه الأرض و أنت تعلم أن الله الذي في السماء يصلي عليك و ملائكته تصلي عليك فاجعل لك من هذه الأعمال نصيبة لكي يحصل لك من هذا الثواب أو فرع الحظ و النصيب صلى الله يتقبل مننا و منكم و يشمعنا إياكم في الفردوس الأعلى